إيران يعني تخشى من هذا لكان تقهقرت لكان ارتدت لكان رضيت بالأمر الواقع ولم تعود مرة أخرى للأب مع إسرائيل لأن هذه الخشقة تكبر في ضربة إسرائيلية أكبر من الذي كنت تتحدث عنها إذن لماذا الإيرانيون يتحدون بهذا المستوى بهذا الإصرار والقصة الملفتة بهذا القصة الملفتة ما تفضلت فيه قبل قليل في المقدمة أنه الهدف القادم هو إيران بمعنى أن إيران سواء ردت أو لم ترد سوف يتم استهدافها إذن إيران تستبق الأحداث تستبق الأحداث وانتقلت من فكرة وتحدث عنه المرشد الإيراني من الصبر الاستراتيجي إلى الردع الاستراتيجي وليس التراجع التكتيكي يعني كان من الصبر الاستراتيجي إلى التراجع التكتيكي الآن بدأت تتحدث عن الردع الاستراتيجي وشفت أنت خطاب المرشد قال سوف نقوم بتكسير أو بتحشيم أسنان إسرائيل يعني ربما هذا يندرج في إطار دعني أسميه معركة لمكاسرة الإيرادات السياسية ما بين الضربين لكن في نهاية المطاف على الإيرانيين أن يردوا أولاً لتوجيه رسائل إلى ميليشياتهم وأذرعهم الموجودين عبر الحريق الإقليمي بأننا نقف معكم على الرغم من الضربات المدوية التي تعرضوا لها خلال الفترات السابقة بعد 7 أكتوبر ولغاية الآن الأمر الثاني أن الإيرانيين بدأوا يفكروا باستراتيجية جديدة طيب إذا إحنا خسرنا الآن حزب الله اللبناني وبدأت عمليات استهداف أيضاً لميليشياتنا وأذرعنا الموجودة في سوريا ماذا نفعل؟ لأن بدأوا يفكروا باستراتيجية نقل ما يسمى بالثقل الاستراتيجي ونقله إلى دول أخرى أو مصدات وهذه المصدات هي ممثلة في العراق رقم واحد وفي يعني اتقاه قر الاستراتيجي واليمن وحتى أنه خرج علينا كثير من المسؤولين الإيرانيين طالبوا ميليشيات الحج الشعبي وطالبوا حركة أنصار الله اليمنية أو الحركة الحوثية طالبوهم بالاستعداد للمنازلة الكبرى بالعراق يخاطبون محور المقاومة ولا يخاطبون الحج الشعبي الحج الشعبي مؤسسة حسكرية تابعة للدولة هي الأذرع أو الحلفاء الموجودين لهم في العراق واللي حددوهم يعني بست أو سبع وكرة أساسيين أو حلفاء أساسيين بالنسبة للإستراتيجية الإيرانية طبعا هذا محكوم بقرب العراق من جانب الإيراني بمعنى الجبرية الجغرافية ثقل الاستراتيجي للعراق سهولة عملية التهريب خطوط الإمداد والدعم اللوجستي ليه متوفرة ما بين الطرفين مما يسهل مهمة دعني أسميه تعزيز المصدات الإيرانية عن طريق اللي يتفضل فيه التقهقر الاستراتيجي ومحالة الرجوع خرجوا إلى الوران